اجتمعت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايك هارماجرت لمتابعة المفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية الجديدة في الفترة من 2021 حتى 2026 وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية من جانبها أكدت هايكا أن مصر نجحت في تصدر موقع استراتيجي خلال شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشيرة إلى أن البنك استثمر منذ 2012 أكثر من 7 مليارات و 400 مليون يورو في مصر منها نحو 75% للقطاع الخاص